وصلت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر تحت رعاية الرئيس عبدالفتح السيسي وذكرت الوزارة أن المبادرات واصلوا التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة تزامناً مع قرب حلول العام الدرسي الجديد وذلك لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت رعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية تواصل مدى فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من الأول من سبتمبر ولمدة شهر تزامناً مع قرب حلول العام الدرسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وقد تم عقد اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية والمكتبات الكبرى والمصانع بمختلف المحافظات لاتفاق على توفير كافة المتطلبات المدرسية حيث شهدت هذه المرحلة من المبادرة التوسع ومضاعفة عدد المنافذ المشاركة فيها لتصل إلى 2286 منفزاً وخمس معرض رئيسية وخمسين معرضاً فرعياً على مستوى الجمهورية بشكر رئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة اللي دايماً مستمرة للتخفيف على المواطن اللي بيحب بلده سواء كان مصنع أو كراجر الأعمال المهم جداً أنه هو يكون مشارك ولو بشيء بسيط جداً تجاه المبادرة وتجاه المواطنين بتقديم أسعار مخفضة للمنتجات الغذائية أو حتى منتجات المدارس نقدم المنتج بتاعنا عن طريق معرض وزارة الداخلية اللي هي عاملها في الشوادر في المدينة العامة أو في السلاسل التجارية من المنتج للمواطن مباشرة بحيث أن احنا نوصل لأقل ساعة بقى فيه سقة من المواطن المصر بيحصل على السلعة بالذاتة جودة عالية جداً والمواصفات عالية جداً وبنفس الأسعار اللي هي بشعر جملة فأصبح المواطن النهاردة حريصة على المبادرة وأصبح التاجر وكل التجار النهاردة بيتشاركم في المبادرة وتتصابق المصانع المشاركة في المبادرة في تجهيز المسلزمات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وصناعة وطنية تمهيداً لطرحها للبيع في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها كما استعدت المكتبات بالمعروضات المدرسية المتنوعة لتلبي كافة احتياجات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بتخفيضات كبيرة انطلاقاً من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على دعم الأسر المصرية كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة دخول المدرس عام نتخفيضات عالية جداً في مبادرة كلنا واحد وتستمر المبادرة في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 40% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت مبادرة كلنا واحد أنا بلقاها في أماكن كتير وفي سوبر ماركت كتيرة موجودة ويعني أنا بحس أن دي حاجة كويسة من الرئيس أنه دايماً يوفر الحاجة دي لكل الناس بنشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد يعني الصراع سلع متنوعة كتيرة وجودة كويسة وأسعار ممتازة أقل منبرب كتير الرئيس على الجانب الإنسان وعلى كل المبادرات اللي بيعملها عشان يساعدنا ويقف جنبنا وفي ظهرنا كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية شكراً رئيس على مبادرة كلنا واحد ونتمنى المبادرة دي تقعد معنا على طول عربيات المبادرة موجودة فيها كل شيء متاح اللي هو العيشة الكاملة اللي المواطن بيحتاجها موجود فيها رز وموقف فيها سكر ومكارونة وزيت وأرخص من برة في الأسعار تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد بمساهمتها الفاعلة في توفير المستلزمات والزي المدرسي مع بداية كل عام دراسي جديد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مبادرة كلنا واحد مبادرة إنسانية وإجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وهو ما بدى واضحاً من خلال مد فعاليات المبادرة وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة مع بدء عام دراسي جديد وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية عبدالله بركات التلفزيون المصري